احنا اتكلمنا امبارح في قانون الهجرة ده و قلنا ان الهدف الاساسي منه هو الحصول على اموال عن طريق استنزاف هؤلاء المهاجرين لكن كل الاموال اللي قيمة لها مقابل ما يحدث في الوطن ده تغيير ديموغرافي يا جماعة هذا تغيير ديموغرافي قانون عشان قلتلكم الكلام ده امبارح في حلقة امبارح قلتلكم ان عمر رديم جاب الوادي اللي اسم طريق الخولي ده و قالك لا 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 سوف فيش تجنيس ولا حاجة قانون الجنسية ليه شكل تاني قانون الجنسية ليه قانون تاني اهو قدامك على الشاشة عشان تبقى عارف بس اللي هيحصل ايه خلال الجلسة العامة بالبرلمان مجلس النواب يوافق على ان يكون للاجي الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية و حريته في الاعتقاد الديني و يكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدوره العبادة المخصصة بذلك استنى بقى والكل على جنبه هنا يا معلم عشان احنا هنقعد في الحتة دي بتاع ثلاث شهور قدام بتاع ثلاث شهور قدام انتو مطلعين ابونا مطلعين ابونا على الخلفة واللي بتخلفوها والخلفة والعيال وسبب مصر الازمة السكانية وبتجيبوا عيال كتير فتروح نزعني عشرة مليون مرة واحدة يعني انت بتقول دلوقتي احنا بنزيد مليون في كل عشرة شهور لو في السنة فتروح نزعني الزيادة عشر سنين مرة واحدة اللي هو ازاي طبا حضرك انت حضرك انت كل 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 كلامك وكل لقمك وتقريعك ليه انتو عملين تخلفوا عمال على بطال فخفوا شوية عشان الظروف تتحسن فانت تروح مزويد لعشرة مليون ده رقم واحد وكمان مش تضيفهم بشكل مؤقت لا ده بشكل دائم وخلينا نبقى منطقين وصرحة الجنسية المصرية ليست ليست يعني جنسية ذات قيمة كبيرة يعني مقارنة بالجنسات اخرى لكن الدولة اللي موجودة لا جنسية ذات قيمة لما يكون مواطن من دولة افريقية مش عارف ايه وتعبقى لا ياخد الجنسية المصرية يا عم ويبقى على مرمى حجر من اوروبا معظم اللي موجودين عايزين ياخدوا الجنسية فتعال بقى نشوف قانون تغيق دون جنسية مقابل فلوس وتبقى اقل شوية من نصف مليون اللي هي قانون الجنسية واحدة السواء قانون الجنسية في مصر ايه تحط نصف مليون دولار ما عنداش نصف مليون دولار فان نبسط الحكاية شوية تحت شوية نعتبرهم لاجئين وناخد منهم مبالغ اقل طب حضرتك لو سمحت ده اسمه تغيير ديموغرافي مصري كانت ميزتها الاساسية التي منعت ان يكون فيها حرب اهلية طول الوقت ان احنا ما عندناش اعراق ما عندناش العرق اللي مش عارف ايه والعرق الكتالوني والعرق البيالوني لا احنا كلنا مصريين حتى المسلم ومسيح الاعتقاد بتاعنا في النهاية بقى كلنا مصريين بقى تلاقي الواحد المسلم بقى هنا والمسيح بقى هنا ومحدش معرف ده مسلم ولا مسيح بين التالي على بعض بحراء والصعيد لكن كلنا مصريين ما عندناش عرق فانت بتيجي بقى تطلع لعشرة مليون تسبتهم عشان يكون هناك عرق هيكون هناك عرق وبعدين تقول لهم حرية المعتقد الديني طبعا ولهم ان يمارسوا الشعائر اذا كانوا من اصحاب الديانات يعني ايه بقى؟ يعني ان شاء الله بكرة نعمل معبد معبد بتاع ده يهودي بقى كبير عشان اليهودي اللي لازم ي لازم يمارسوا الشعائر اذا كانوا من الاديان السماوية ها؟ وبالنسبة لو جماعة بوزيين يعملوا لهم معبد عادي جدا يعملوا ما احنا عندنا هو حرية الاعتقاد جماعة بوزيين نعمل بعبد للبوز عادي جدا في مصر ليه بقى؟ ليه بقى؟ الفائدة انت عملت اشتك ان ظروفك صعبة صح يا استاذ؟ مش انت عملت اشتك ان ظروفك صعبة؟ وانك مش قادر؟ وعملت طفح اللقمة للمصريين عملين نديكو نديكو؟ فازاي مرة واحدة تروح لازع عشرة مليون؟ وهو بحق لهو ان يتقدم بالجنسية طبعا الحكاية تبقى ايه؟ ما نعرفش بقى بعد كم سنة اللجوء في اي حتة في العالم كده يا جماعة درجات يعني انتو عارفين ان ده رئيس الملف كويس عشان ظروف يعني مثلا لجوء لجوء سياسي لو لو قدمت لجوء لاني مضطهد سياسي لكن مش لجوء انساني اللجوء الانساني ده بتحس في حتة تانية بيبقى من ثلاثة لخمس سنين يحق لك الحصول على الجنسية يعني من ثلاثة لخمس سنين لو هو القانون ده هيقتضي بحتة تانية هتلاقي في عشرة مليون واحد بقوا مصريين بحكم القانون ما هو قاعدة ديله من ثلاثة لخمس سنين في البلد التزم معملش مش عارف ايه؟ هب من حقه بقى انه يحصل للجنسية المصرية فهتحول هؤلاء كلهم إلى مصريين مش المشكلة في انه هيزيد لا المشكلة زي ما انتلك انه بيحصل تغيير ديموجرافي فيه عرق بيدخل جديد في البلد يا جماعة قلنا على عيننا على رأسنا لما يبقى فيه ضيوفه عندهم ازمة انسانية على عيننا على رأسنا خلصت الازمة مع السلامة الاوضاع استقارت في سوريا معظم الناس ترجع في سوريا الاوضاع استقارت في اليمن ترجع الناس في اليمن الاوضاع ان شاء الله تستقر في السودان يرجع اخوانا سودانيين بالضبط الضيافة كده الضيافة كده انت بتقول عيون ضيوف مفيش ضيوف بيقعد يستقر في بيت المظيف انا بقولك هو انا كمواطن مصري هنا في هذا البلد لو حصلت على الجنسيات التركية مش هاعط اول ما تزول بالنسبة لي اول ما تزول اسباب اضطهادي كسياسي ارجع بلدي فورا مع ان القعدة هنا هدي بقى احسن طبعا بالتأكيد لكن لازم ارجع بلدي فايه ده ازاي بقى ادي الاساس طرق الخلي هو بتكلم مع عمر ادي زي ما بتلكم كلمتين كده اي كلام قالهم اول مبارح على انه مفيش لجوء اا او مفيش جنسية او ادي الخبر قدامكم ادي الكلام ادي الجمل وادي النخلة شوفوا انتو بقى هل في مادة في القانون اللي انتو قعد اللي تم اعداده وهيبقى يروح الجلسة العامة فيه ان احنا ندي للاجئين جنسية مصرية باي طريقة الحقيقة ده كلام غريب لانه الجنسية لها قانون بينظمها قانون الجوء الاجانب هو اول قانون اه وطني اه بيوضع لتنظيم وورع اطار عام لوضع اللاجئين في مصر احنا بالفعل في مصر تحتضن ملايين اللاجئين منذ عدة سنوات وكان لابد من وجود تشريع بينظم وضعهم فيما يتعلق بالحقوق والانتزامات اللي عليهم والحقيقة ان القانون قانون رائع في انه يعني اعطى العديد من الحقوق اللي هما بيحصلوا عليها بالفعل ولكن نظمها في اطار قانوني من الحق في الصحة بس مش منها اه منح الجنسية للاجئين في مصر قولا واحدا اجنسية لها قانون ينظمها يعني منح الجنسية المصرية متعلقة بقانون ينظمها اللي هو القواعد اللي احنا عارفنا اللي هو بيجيب عقار ب350 الف دولار او يدخل في شركة مش عارف بكم مئة الف دولار يعني ليها قواعد اخرى غير القانون اللي انتو عملتوه بالضبط القانون ده مش متعلق بهذه المسألة والغريب انه البعض طبعا بيجفع بهذه المسائل على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة اصارة البلبلة او محاولة انه يخلق حالة من يعني العدائية اي طرف رجع له بقى الخبر تاني يا استاذ اصل الكلام كان لاصارة البلبلة عشان تصير البلبلة ضد الناس اتفرج يا بتاع البلبلة يا رب تكون اتبالبلت كويس اتبالبلت كويس او سستارق ولا ما اتبالبلتش اهو مجلس النواب يوافق على ان يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على الجنسات المسألة يا حبيبي انت عارف كويس جدا هم عاملين قصة دي ليه يا حبيبي انت عارف وانا عارف وكل الناس اللي بتشتغل في المجال اللي انا عارف الحكاية دي بصر تتأجر شقة مفروشة لازم يحصل تخريب كامل لمصر في كل المجالات اللي حصل في الحداشر سنة يا جماعة وانتو مش شايفين نهر النيل راح تيرانو صنافير راحت لسه كم رأس غير رأس الحكمة راحه افقار الشعب المصري وافقالوا بديون تبقى على الاقل لتلات اربعة جيال قدام مش بقى غير بقى الحتة الاخيرة تفتيت نسيج المجتمع المصري نفسه يا دي بقى بقى غير كده تفتيت النسيج الواحد للشعب المصري يا الله مش قالك احنا نقلبلع الاخوان عشان حربة اهلية لحسن تقوم الحرب الاهلية فنجيب بقى الناس زي الفوليا ونأجر بقى مفروش انتو عارفين اوروبا دلوقتي زي ما قلت لكم في حالة مبارح اوروبا بتدور دايما على اماكن تتأجر مفروش عندهم اي حد يجي مهاجر ولاجئين حشان يلتزموا بالقوانين الدولية اللي هي بتاع على مزاجهم دي يقول لأ خلاص هناخدهم نوديهم كذا بريطانيا كتعايزة تودي رواندا ايطاليا كتعايزة تودي البانيا والناس كده غير لها تقول لك طب مصر يا ولا ومصر الخيصة وحلوة ولطيفة وشعباء حبوب وبتاعه طيب اين بقى اجهزة الدولة ومؤسسات الدولة من اللي بيحصل ده يعني انتو مش شايفين يا جماعة طب سيبك من الكلام اللي احنا بنقوله واللي هيطلع يدافع عنو احمد موسى واللي هيقول طريق الخوري طب انتو مش شايفين انو ده خطر عامن القومي يعني مفيش حد فيكو يعني هاولي انتو كلكو دارسين قامن القوم يعني مش عارفين انو ده خطر عامن القومي انو ده تغيير ديموجرافي في تركيبة السكانية للمجتمع انتو ايه يعني في ايه حدش شايف خلاص خلاص البلد يعني نقيم لها صوان العزاء نتلقى العزاء كل واحد رايح دماغه بقى نتوقف عن الحديث عنها نعمل حلقة بتاعتنا عن الاحداث اللي بتحصل في لبنان وفي وفي غزة وفي الحدت دي كلها وننسى الموضوع الفو مصر خلاص ايه يا جماعة في ايه هذا امر انجلل هذا امر انجلل لم يسبق اصلا كل الكوارس اللي حصلت في 11 سنة بتاع النظام ده لم تكن في مخيلة اكثر المتشائمين المخطط بتكسير مكانة مصر واثقالها بتجون وتفرطها في مكتسبات تاريخية زي نهر النير والجزر والارض والحاجات دي كلها ثم تغيير ديموجرافي للسكان ايه يا جماعة في ايه؟